اشتركوا في القناة امير منطقة الرياض الفائزين بكأسي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعودة طيب الله ثراه للخيل العربية الاصيلة ومفتوح الدرجات لخيل الانتاجة حيث حصل الجواد تلال الخالدية العائد لاستبلي الخالدية على المركز الاول في السباق المخصص للخيل العربية الاصيلة انتاج محلي من عمر اربع سنواته فيما حصل الجواد النادر العائد لاستبلي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على المركز الاول في السباق المخصص لخيل الانتاج مفتوح الدرجات بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا مناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده واعرب الملك المفدى عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامة ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديقة اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب اسمو الملكين امير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده وعبر اسموه للعهد عن اطيب التهاني واصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا صديقة المزيد من التقدم والازدهار صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن ترك المالك بان المليشي الحوثي الارهابية المدعومة من ايران صاعدت مساء امس وفجر اليوم من هجماتها العدائية باتجاه المملكة لاستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة واوضح المالكي ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا اطلقا لاستهداف مدينة جيزان كما دمرت واسقطت تسع طائرات مسيرة مفخخة اطلقت نحو جيزان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب واضف المالكي بان الهجمات العدائية للمليشي الحوثي الارهابية تتعمد استهداف الاعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الانساني وقواعدها العرفية وباستخدام صواريخ باليستية وطائرات المسيرة كما تشير التحقيقات الاولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز ايرانية استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة ارامكو بجازانة وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغازة التصنيع الاهلية بخميس مشيط ومعمل الغاز المسال التابعة لشركة ارامكو السعودية بينبع وقد تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف وتناثر شضايا الاعتراضة ولا يوجد خسائر في الأرواح ولله الحمد حتى إصدار هذا البيانة هذا وأدانت جمهورية مصر الشقيقة بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة ضد أراضي المملكة واستهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وأكدت الخارجية المصرية أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية يعد تصعيدا جسيما واستهدافا سافرا لأمن وسيادة المملكة وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولية وعادت مصر التأكيد على ارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين وعلى تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة انتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بمناطق محافظات المملكة في أول يوم دراسية من الفصل الدراسي الثالث بعد أن أنهت إدارة التعليم استعداداتها بعودة حضورية كاملة حيث تضمنت العودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إضافة إلى إلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصيف الصفية واللصفية وعودة الاستفافة الصباحية وتؤكد وزارة التعليم الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاما مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية نهاية الموجهة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة